انابى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية لحضور المباراة النهائية لبطولة كرة القدم لمدارس المرحلة الثانوية بنين للعام الدراسي 2021-2022 والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المباراة النهائية التي جمعت بين فريق مدرسة الفاتح وفريق مدرسة التعاون والتي انتهت بفوز فريق مدرسة التعاون وفي ختام المباراة تواجه سمو فريق مدرسة التعاون بلقب بطولة كأس القدم لمدارس المرحلة الثانوية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الاهتمام بتطوير الرياضة المدرسية جاء ضمن مخرجات مبادرة برنامج استجابة الذي دشنه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك للارتقاء بالمنظومة الرياضية على اعتبار أن الرياضة المدرسية جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وهي الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع الرياضي للوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة البحرينية مؤكدا سموه أن الهيئة العامة للرياضة قد بدأت خطواتها في تنفيذ الخطط التي من شأنها أن تحقق المزيد من الارتقاء بالرياضة المدرسية عبر تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم من أجل تهيئة الأجواء الملائمة للطلبة والطالبات لممارسة الرياضة في المدارس بالصورة التي تظهر المواهب والطاقات الرياضية التي يمكن الاستفادة منها عبر انضمامها للفرق والمنتخبات الوطنية وتشجيعها على الشكل الذي يدفعها لتقديم المشاركة المشرفة وتحقيق النتائج المتميزة في مختلف البطولات والمحافل الرياضية مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي تبدلها وزارة التربية والتعليم برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي في تنفيذ البرامج التي تدفع نحو تطور الرياضة المدرسية وقد هدأ سموه رئيس وأعضاء الهيئة التعليمية بمدرسة التعاون بفوز فريق كرة القدم بالمرحلة الثانوية بالمدرسة بلقب هذه البطولة مشيدا سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريق طيلة منافسات المسابقة والتي عكست التحضيرات القوية والروح القتالية والتركيز العالي الذي ظهر به أفراد الفريق في جميع المباريات حيث نجحوا من خلال ذلك بتحقيق كأس البطولة متمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات القادمة من جانبه رفع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن أحمد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الموقر حافظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين معربا عن عظيم فخره واعتزازه بالنيابة عن جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم لتفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتشريف المباراة النهائية لبطولة كرة القدم لمدارس المرحلة الثانوية مؤكدا أن حضور سموه هو دليل راسخ على ما تحظى به الرياضة المدرسية من دعم ومساندة من سموه وقال في هذا الصدد أن التنظيم المميز لهذه البطولة يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لافتا إلى حرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة مساعيها الحثيثة لتجويد العملية التعليمية وتطوير الرياضة المدرسية لما لهما من دور بارز في تأكيد المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر